تبت عند مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام تعظيم لله يخفض القسط ويرفعه يرفع إلي عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار الله أكبر الآن يخطر في باله يعني لما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هذا والله لو يستشعر الواحد منها سيكون متيقظا دائما يعني تخيل الله تعالى لا يغيب بصره عنك طرفة عين الله تعالى يراك لا ينام لا تأخذ سنة ولا نوم حتى أنت تنام أنت تغفل عن الله لكن الله ما يغفل عنك طيب كيف إذن أنت تغفل عن ربك والله تعالى يراك دائما ولا ينام ولا يعني تأخذ أدنى سنة الله أكبر هذا يجعل واحد منه والله يستحي من الله كل أوقاتك أنت تحت نظر الله تعالى يعني ولا لحظة يعني نقول هذا مثل مسؤول أو ملك ما يستطيع أن يراقبك هذه المراقبة التامة إلا الله جل وعلا لا تأخذ سنة ولا نوم هذا أجعلك خلاص إذن تفعل ما يرضي الملك جل وعلا ما يحبه الله يعني الله يحب أن يراك دائما تذكره تتقرب إليه فهذا يجعلك دائما على صلة بالله في كل أوقاتك لا تأخذ سنة ولا نوم وذلك لما ذكر لا ينبغي له أن ينام ثم ذكر عدله يخفض القصة ويرفعه إذن لا تحسب أن الله غافلا عما أعمل الظالمون لا ينام ولا تأخذ سنة يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار يعني هذه الصفة تجعلك يعني دائما العمل لله في الليل والنهار لأن الله لا تأخذ سنة ولا نوم يعني الآن مثلا بعض الناس آكذا إذا كان المدير أمامه يجتهد ويعمل ليش المدير يراني لكن إذا ذهب خلاص يتكاسل ويترك العمل لكن الله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم طبعا كما تعرفون النفي في حق الله في إثبات كمال الضد يعني لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته جل وعلا سبحانه قال لا تأخذه سنة ولا نوم موسيقى